هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية أن تنقطع الرحلات؟ أهلا بكم في ملف اليوم معي أنا ماجد الفارسي السعودية أعلنت أنها ذاهبة بكل ثقلها من أجل حلحلة الوضع في اليمن وضع خارطة طريق لحل الأزمة بل أعلنت تكفلها بدفع رواتب عام كامل لجميع الموظفين اليمنيين لكي يستعيد الاقتصاد اليمني عافية وفي خضم اشتعال المنطقة نتيجة الحرب في غزة والتصعيد في جنوب لبنان والبحر الأحمر يعلن زعيم الحوثيين في اليمن بأن مواقع السعودية قد تكون هدفا ليطرح هذا التهديد في هذا التوقيت أسئلة سنحاول إيجاد إجابات لا أولا نستمع لما جاء في تهديد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الذي قال فيه أن ميليشياته قد تستهدف مواقع في المملكة العربية السعودية تشمل مصارف ومطارات وموانئ عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ وإلا سنقابل كل شيء بمثله البنوك بالبنوك سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل من كل الرياض وأن تذهب هل تقبلون بهذا؟ هل تعتبرون هذا شيئا منطقيا؟ فلماذا تريدون أن تفضوه على بلدنا؟ هل تقبلون أن تغلق كل المطارات في السعودية؟ أن تنقطع الرحلات؟ أن تغلق الموانئ؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثل هذا مطار الرياض بمطار صنعاء البنوك بالبنوك وهكذا الموانئ بالميناء هذا التهديد الحوثي الذي يأتي بدون أي مقدمات أو مبررات يأتي أيضا رغم موجود تقارير سابقة كشفت عنها الصحافة الأجنبية تفيد بأن السعودية رفضت فعليا طلبا أمريكيا لتنفيذ ضربات في اليمن ضد مواقع حوثية انطلاقا من القواعد الأمريكية داخل المملكة ووفق موقع المونتر الأمريكي فأن هذا الرفض جعل الولايات المتحدة مضطرة لاستخدام حاملات طائراتها لتنفيذ ضربات في البحر الأحمر وأشار الموقع في التقرير ذاته بأن إدارة الرئيس بايدن تسعى للحصول على مزيد من الدعم من دول الخليج للمساعدة في وقف الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجاري لمحاولة تفكيك هذا المشهد ولماذا اختار الحوثي هذا التوقيت لإطلاق هذه التهديدات ينضم إلينا في استوديوهات سكاي نيوز عربية محرر الشؤون اليمنية بسكاي نيوز عربية فواز من الصر فواز تساؤلات عديدة حقيقة يعني من وسط التهديئة من وسط المياه الراكدة تقريبا نرى هذا التهديد الحوثي المباشر للمملكة ولأعيان مدنية أيضا في المملكة ما القصة هنا لماذا الآن ماجد بالنسبة للتهجم الحوثي على المملكة العربية السعودية وتهديدها عسكريا رغم جهود السعودية طبعا في إحلال السلام في وضع خارطة الطريق والتي كانت تلعب فيها الرياض كدورا وسيطا هذه التهديدات كانت طبعا مفاجئة من قبل زعيم الحوثي بالتهديد باستخدام القوى ضد المملكة العربية السعودية أو استهداف موانيها ومطارها في الرياض بالإضافة إلى عدد من المواقع هو يأتي في سياق الضغوط الاقتصادية أو الضغوط التي تعرضت لها جماعة الحوثي اقتصاديا بناء على قرار البنك المركزي الحكومي في عدد رغم أن السعودية لا علاقة لها بقرارات البنك المركزي الحكومي لأن هذا قرار سيادية تعلق بالحكومة اليمنية جذور القصة تعود عندما بدأ الحوثي بمضايقة الحكومة وخنق الحكومة اليمنية من خلال التهديد باستهداف الموانئ ومواقع تصدير النفط والغاز وبعد ذلك قام جماعة الحوثيين بطريقة غير قانونية من خلال طباعة عملة معدنية غير قانونية في صنعاء أيضا وقف التعامل بالعملة الوطنية في مناطق سيطرتهم هذا دفع البنك المركزي في عدن إلى اتخاذ خطوات رادعة لوقف التمدد الحوثي في موضوع خنق الحكومة اليمنية اقتصاديا بدأت هذه الخطوات من خلال إيقاف التعامل مع ستة بنوك حكومية هي ستة بنوك تجارية تواجد في مناطق سيطرت الحوثيين هذه كانت ضربة قوية بالنسبة للحوثيين أدى إلى أضرار اقتصادية كبيرة وبعد هذا القرار قامت جماعة الحوثي بعمل خطوات من أجل وقف تنفيذ هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لكن بعد ذلك كان هناك ضغوط سعودية على البنك المركزي في التراجع عن هذه القرارات تحدثت قبل أسبوع إلى مسؤول في الجانب الحكومي قال هناك ضغوط لكن هذا قرار سيدي ويتعلق باقتصاد البلد ويتعلق أيضا بأن لا بد أن الحكومة اليمنية تقوم بتصدير النفط والغاز من مواقعها من أجل مواجهة العباء الاقتصادية وأيضا دفع الرواتب لكن السؤال ماجد الذي يطرح نفسه هذه التهديدات الحوثية ما علاقة إيران فيها في ظل العلاقة الإيجابية ما بين طهران والرياض هذا هو السؤال المهم والمركزي معروف أن الحوثيين جميع عملياتهم العسكرية خارج حدود اليمن أو حتى المتصلة في عمليات القرصنة واختطاف السفن أو السيداف السفن في جنوب البحر الأحمر هي متصلة بإيران وأيضا متصلة بفيلق القدس وبالتالي هذه التهديدات أو أن إيران أرادت أن توصل هذه التهديدات عبر الذراع الحوثي وهو الذراع المتهور وعادة إيران مع عمرها خاضت حرب مواجهة هي الآن تخوض حروبها عبر أدرعها لذلك السؤال المهم والمركزي هو أنه هل إيران علاقة بهذه التهديدات وفي حال هي لحد الآن تهديدات من قبل زعيم الحوثيين لكن إذا انتقل هذا التهديد إلى واقع وإذا بادر الحوثيين في تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها التفاهمات الإيرانية السعودية في الصين فهنا سيتغير وجه المنطقة والمشهد تماما على ضوء حرب غزة واستبرارها فواز الآن يعني يبدوهم بالنسبة للحوثيين يريدون أجساما كاملة من نسبة لصنعاء وبعض المناطق يريدون افتتاح المطار يريدون أفرع للبنوك وهذا ما تحدث فيه يعني زعيم الحوثيين إلى أي مدى هذا قابل للحدوث مع وجود الحكومة اليمنية المعترف بها ووجود المملكة العربية السعودية في هذه الأثناء وعلى ضوء هذه التهديدات بالنسبة لمطار صنعاء مطار صنعاء هو مفتوح وهناك رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن وهناك أيضا رحلات من مطار صنعاء إلى السعودية خصوصا خلال فترة ترحق لكن هذه الخطوات الحوثية هي مقرد أنه انتزاع مكاسب من الحكومة اليمنية من خلال الضغط على السعودية أو من خلال الطلاق التهديدات على السعودية الحوثيين الآن بعد المواجهة البحرية وانخرطهم في هذه المواجهة البحرية يرون أنهم لاعبا كبيرا أكبر من ما كانوا عليه في السابق يرون أنفسهم أنهم لم يعد طرفا يمنيا في الأزمة هم يرون أنفسهم أكبر بكثير وبالتالي خصوصا على ضوء الفشل الأمريكي البريطاني في تقويض قدرات الحثين عسكريا في جنوب البحر الأحمر في منعهم من استهداف السفن وبالتالي هم يرون أنفسهم أنهم أكبر من وبالتالي يريدون فرض معادلات أخرى يريدون تحقيق مكاسب سياسية على حساب أيضا القرار السيادي اليمني لدى الحكومة اليمنية أشكرك كان معنا من استوديوات سكاي نيوز عربية محرر أشؤون اليمنية بسكاي نيوز عربية فواز منصر شكرا جزيلا لك الحثيون يقوضون جهود التسوية السياسية في اليمن التي كانت ترعاها أطراف إقليمية أبرزها المملكة العربية السعودية عبر التصريحات اعتبرها كثيرون وكأنها تمهيد لإعلان حرب عبد الملك الحوثي يهدد باستهداف موانأ ومطارات ومنشآت نفطية وبنوك سعودية ما يؤكد رغبة الجماعة في التنصل من السلام وتهدد الجماعة التي اعتادت على شن الحروب بنقل معاركها العبثية المضرة باليمنيين من استهداف حركة الملاحة في جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن وبحر وخليج عدن العرب إلى تهديد الأمن الإقليمي اللافت في الأمر أن التصريحات الحوثي جاءت بعد ثلاثة أيام من تصريحات لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعلن فيها أن خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن داعيا إلى التوقيع عليها عاجلا وليس آجلا ومن ضمن بنود خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية تكفل الرياض بدفع رواتب عام كامل لجميع الموظفين اليمنيين حتى يستعيد الاقتصاد اليمني أنفاسه بعد تصدير النفط والغاز اليمني يتهم الحوثيون السعودية بأنها تقف خلف إجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في وقف التعامل مع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين ويرون أن خطوات الحكومة اليمنية تمت بإعاز سعودي رغم أن رياض وفقا لتصريحات غربية رفضت استخدام أجواءها لضرب الحوثيين التصريحات الحوثية أيضا تضع سلطنة عمان في موقف محرج فهي التي رعت التفاهمات الأخيرة لإتمام التسوية السياسية خاصة وأن زيارة السفير السعودي إلى صنعاء وعقد سلسلة لقاءات مع قادة حوثيين كانت بحضور وفد عماني وعلى ضوء هذا التصعيد المفاجئ استغرب السياسيون يمنيون من حدة تصريحات عبد الملك الحوثي ضد الرياض متسائلين عن دور طهران في تلك التهديدات معنا من صنعاء الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الكريم الأنسي ومن الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودية الدكتور أحمد الشهري أهلا بضيوفي سبدا بداية مع سيد عبد الكريم الأنسي سيد عبد الكريم وسط هذا الهدوء الكبير ما بين المملكة عرب السعودية واليمن حتى يعني السفراء موجودون هناك نوع من يعني التنسيق الكبير أيضا بين الطرفين هناك مرحلة قادمة لإيجاد حل تفاوضي وإيجاد مبادرات سلام نرى تصريحات عبد الملك الحوثي في استهداف المملكة العربية السعودية في عيانها المدنية في مطارات في بنوك هذا حديث يعني أتى بشكل مفاجئ حتى للمحللين السياسيين لماذا هذه التصريحات في هذا التوقيت وإلى أي مدى هي خطرة على تصعيد الموقف الملتهب أساسا في المنطقة تحية لك ماكيد وضيفك ومشاهدينك الكرام بالتأكيد سأعود لك بنقطتين مباشرة أولا إذا كان هناك الحديث أن قرارات الحكومة هي قرارات سيادية وليس للسعودية أن تدخل فيها هذا غير صحيح تماما لأننا نعلم تماما وأنا أكثر شخص قد أجيبك على هذه النقطة لأني عملت مع رشاد العليمي وعملت مع الشعيبي وعملت مع ابن مبارك وعرفهم كيدا ونعرف تماما وليس خفي أن كل ما يملأ عليهم ينفتد بالحرفة الواحد لن نقول من قبل الحكومة السعودية لن نقول من رئيس لقنات اللي هو القابل السفير السعود هذا شيء مفروغ منه تماما بالنسبة لأن السعودية رفضت استخدام أراضيها لضرب اليمن فأعتقد أن هذا ليس من أجل اليمنيين إنما هو رد على ما أدارت ظهره أمريكا للسعودية قيلة الفترة السابقة وأعتقد أننا كنا نقول كيمنين أن رياض استوعبت الدرس من أمريكا وأمريكا صعت مكشوفة في المنطقة تماما هذا أرديني مناسبة بالنسبة لأن السيد عبد الملك حفظه الله جاء بعض التصريحات صدقني أن هذا الخطاب تأخر كثير جدا جدا لدرجة أن حتى كان مفروضة أن يلقى يوم الخميس وتم الانتظار لتلك المجال للمفاوضات في عمان تقديرا لدور العماني وكذلك للوساطة التي تقودها السعودية لكن أن تفاقع مباشرة نحن كيمنين بعد صبر طويل تحدث عن تسع سنوات تحت هذا الحصار أعتقد أن الرد تأخر هذا الموضوع تأخر وأن لا احتمال ولا يوجد هناك أي مجال وأن الشعب ضاء وهناك طاعة طوي جدا شعبي على إيجاد حل هذه الهدنة الأخوة السعوديون في مجال هذه التهديئة نحن نقدرها وننفذينا العم ولكن للأسف السياسة السعودية التي تأخذه بيوم تنفذه بسنة يعني ما تنفذه بيوم تنفذه بسنة ما يفارق ما بين السياسة الإماراتية والسياسة السعودية الوضع لم يعد يحتمل أي مراحقات ولا يحتمل أي أخطاء وأعتقد أن إذا كنت تقولي أنها حكومة شرعية أو هي شرعية سعادية سنعود إلى أحادي الكثير أنها هي شرعية الرياض وأنه تم اختار السبع الرؤوس هذولا بالرياض لكن لا نريد أن نعيد بهذا ولا ندخل في حوار نحن الآن سيد عبد الكريم ولكن مهم معرفة أيضا المملكة العربية السعودية كيف استقبلت هذا الحديث ذكر رحمة الشهري أنت لماذا تعتقد هذا التصريح خرج من عبد الملك الحوثي في هذا التوقيت والأوساط السياسية في المملكة العربية السعودية كيف استقبلتها رغم يعني الجو الهادئ وهناك يعني مجموعة من مبادرات كانت خلال الفترة الماضية وستنعكس يقال إيجابيا على الفترة القادمة لماذا هذه التصريحات في هذا التوقيت بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ ماجد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام أعتقد أن هذه التصريحات كما تفضلت في مقدمتك وكما أضف أيضا ضيفك قبل قليل لا تتناسب ولا تنسجم مع الجهود الطيبة والصادقة التي تدعمها المملكة العربية السعودية وآشقها في المنظومة الخالجية وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظومة العربية والأصدقاء نحو الدفع بعملية السلام وإنهاء الصراع في اليمن هناك الحقيقة مثل ما تفضلتم المبادرة التي قادها السفير السعودي إلى صنعها وكذلك استقبال وفد من الحوثي في الرياض وكذلك منصة أيضا مسقط كل هذه الجهود كانت أيضا تصب في هذه المصلحة حتى أنه كان هناك سماء أنه قرب توقيق خارطة الطريق وهناك انسجام الحقيقة وتوافق هذا التصريح أن الحقيقة أضع في عدة نقاط كما تفضلت في مقدمتك لنفكك هذا الأمر الصورة الأولى الحقيقة التي أزعجت الحوثي هي عودة الآلاف من الحجاج اليمنيين بعد أن رأوا الاستقبال والحفاوة والتقدير والاحترام من المملكة العربية السعودية ولذلك أوصلوا رسالة مفادها أن العمق الحقيقي لليمن هو المملكة العربية السعودية وليس إيران وهذا الحقيقة شكل ضغطا داقليا على الحوثي الصورة الثانية أيضا المزعجة للحوثي هو ما تحظى به مناطق الشرعية من الدعم اللامحدود من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات العربية المتحدة المدارس الجامعات المستشفيات الطرق الدعم الخزينة اليمنية بالمليارات للحفاظ على الاقتصاد والحفاظ على العملة والكلام يطول في هذه الصورة الحقيقة هذه الصورة هي التي تزعج الحوثي وهو يرى الوضع الاقتصادي في مناطقه يتهاوى وأيضا الضغط الشعبي يشتد الصورة الثالثة الحقيقة ولحن تعودناها من عبد الملك الحوثي وجماعة عند قدوم أي حكومة جديدة في إيران لا بد أن يرمي شيئا من هذه الفقاعات من أجل أن يقول نحن هنا ويعيد الولاء والسمع والطاعة لإيران أقول من هذا المنصة ويسمعني الأخ عبد الكريم كان معنا ثم أنتقل إلى الحوثي أقول أن الحوثي يراهن على الحصان الخاسر إيران لا تريد باليمن خيرا المملكة العربية السعودية وأشقها في المنطقة هم الذين الحقيقة يسعون إلى بناء اليمن إيران لم تقدم ولا فلس واحد اليمن بينما السعودية والإمارات دعمت البنك المركزي بالمليارات ومستعدة أن تقدم الآن الرواتب وتدعم الشعب اليمني ما حصل في البحر الأحمر كان لمصلحة من؟ لم يكن لمصلحة غزة الحقيقة بل كان لمصلحة إيران وكان الذي دفع الثمن أكثر هو الشعب اليمني عندما توقفت الملاحة وأيضا السفن المساعدات وسفن أيضا التمويل إلى الحديدة ولذلك كأن اليمنيين يجدعون أنوفهم بأيديهم عندما يفوتون على أنفسهم فرص السلام وفرص الحوار الشرعية اليمنية وهي المعترف بها دوليا أستاذ ماجد هي تمود يديها الآن إلى الحوثيين لعقد اتفاقات وعقد مفاوضات الهدف منها هو إخراج اليمن من حالة لا سلم ولا حرب سيد عبد الكريم الأنسي البعض يرى ما يحدث هو في ضمن بعض الإجراءات النقدية التي قامت بها الحكومة الشرعية بعد سك الجانب الحوثي لعملتهم الخاصة وهذا شأن يمني يمني يعني ما دخل مملكة عربية السعودية فإن يقول عبد الملك الحوثي سنضرب بنوكهم سنضرب مطاراتهم حتى مطار سنعاء هو يعمل يعني هناك طائرات تذهب إلى الأردن ومناطق أخرى هنا تساؤل كبير هل هي مرتبطة بشأن اليمني خالص يعني ما بين جانب الحوثيين والحكومة اليمنية أم أنه ممتد ولذلك استمعنا إلى يعني هذه التهديدات أولا يا سيدي قلت لك في بداية الحديث تعالنا نتحدث بشكل مباشر وواضح للمشاهدة الكريمة نحن نعلم أن ما تسمى الشرعية هي ريموت كونترول بيد آل الجامل حتى أصحاب الرياض رموا ملفهم لأنه كما قال أني كنت معهم في القاهرة طيلة تسلس سنوات ورقعت صنعه فهل أنت نعلم أن وضعي كان أفضل بكثير ولكن عودتي لصنعه بعد أن قلت لك أنا عملت مع كل هذا القيادات يا أخي هؤلاء لا يحملون أي مشروع وبالعكس هم فعلا كما يملأ عليهم أن تأتي هذه أنت لو ألاحظ في الملف الإنساني السيد عبد الملك أطلق من جانبه 131 أسير بينما هم متمسكين وياحيى الشعيبي الذي هو مدير مكتب رئيسة المورية يلعن الأخوان لأنها نتفاجأ بأن أوعز له باتصال أن لا تفاوض إلا بمحمد قحطان يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة أما بالنسبة لأن سيد عبد الملك بحاجة إلى أن يقدم بالإيران أعتقد أن الرئيس الإيراني القادم هو قرح وبالتالي القرح لا يمر بمفاوضات وهو يستأصل مواشرة وأعتقد أنه سيكون أحد بكثير سيد عبد الملك أتى هذا الصراح وليس بشكل مبكى قلت لك بالعكس وأنه كثير وكثير ومع كل إن دعنا نعمل بدورنا إيجابي كإعلاميين ما زالت هذه القرارات لن تنقل إلى الجانب العسكري إلا بعد أن يوصل الفريق المفاوض إلى مرحلة مزدودة الأخوة العمانين أصبحت في موقف محرن وأعتقد أن الاستمرار في هذا الوضع كل يوم في مزاق وكل يوم في تقلبات يعني الآن أصبحت صنعاء ترمي وعلى شغلية تلقف كل المبادرة التي تلقيها صنعاء ولكن للأسف الشديد أن تقول أن مطار صنعاء مطار صنعاء هذا أحيانا بمزاقها كذا يوقف في سفور أنا لا أحكي لك المعاناة الذي حصلت أنا شخصيا في النقلان جثمان أبي من القاهرة إلى صنعاء يعني معاناة حقيقية أعتقد أن هذا الوضع باضى به الكيل أعتقد أن هناك بغضة منذ زيارة آل الجابر إلى صنعاء والشعب يغلي حقيقة أما بالنسبة عن الضغوطات والمليارات التي ذكرها الأستاذ أحمد أعتقد أنه يعلم تماما أين ذهبت هذه المبالغ وأين سمسرت أما إن قارنت الوضع الاقتصادي والأمني في صنعاء المناطق المحررة فيا سيدي صنعاء تفتح لك أبوابها وللمنتدى الجزيرة أن يزول ويسأل المواطنين مباشرة أين الاستقرار الاقتصادي أين أسعار العملة وأين توفر مشققات النقطية وأين الأمن بما تحظى به المناطق الشرعية بهذه المبالغ الخالية يا أستاذ أحمد ويا أستاذ ماجد نحن الآن بحاجة أن نلعب دور إيجابي أن نقول فعلا لسنا بحاجة إلى مزيد من التصريح فعلا السيد القادر حينما قال البنك بالبنك نحن نعلم تماما أن الخسار ستكون كارثية على المملكة حقيقة أما إذا أردنا أن ندير خوار بيزنطي هكذا وما دخلنا في شرع يا أخي هم لعبهم ريمون قرفة فنادقكم طيب دكتور أحمد يعني هذا العودة للماضي وهي مسألة معروفة يعني لكن دعني أتوقف مع هذا التوقيت وموقف حساس دكتور أحمد الموقف حساس جدا ما يحدث من قطاع عزة دخول الجانب الحوثي في البحر الأحمر ويعني المنطقة مشتعلة بشكل كبير البعض يقول الحوثيون أيضا يتخوفون من الاتفاق الأمني الأمريكي السعودي وربما يعني مثل هذه التحركات هي لإيقاف ما حدث أو ما قد يحدث خلال الأيام أو الشهر القادمة من الاتفاق البعض يقول يعني هناك طول في الوقت من قبل المملكة يعني مثلا إيجاد نوع من الحل السلمي في اليمن بين المتقاتلين الحوثيين والحكومة الشرعية هل هذا يؤدي إلى مكان هذه التهديدات أو حتى مسألة قرب اشتعال الجبهات مرة أخرى هل يؤدي إلى تحرك دبلوماسي أم أنه يرجعنا إلى وراء حسنت هذا السؤال مهم أستاذ ماجد لعلي أعيدك إلى 7 أكتوبر لماذا ذلك التوقيت عندما كان هناك رغبة أو عندما كان هناك حراك لحل أزمة الشرق الأوسط وما يقال عن عودة أو إقامة علاقة السعودية إسرائيلية رغم أن المملكة العربية السعودية رفضت رفضا قاطعا إلا بقامة دولة فلسطينية وأصبح هناك قناعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بقامة هذه الدولة جاءت 7 أكتوبر لتعيد خلط الأوراق من جديد كأنني بإيران الآن تريد أيضا عادة الخلط الأوراق من جديد على اتفاق الأمني بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الذي لا زال على الطاولة الآن لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضعه ضمن مجموعة من الطلبات الأخرى بينما الرياض تريد فصل الملفات عن بعض اتفاق أمني وهذا من حق المملكة العربية السعودية أن تجري سواء كم مع أمريكا أو مع الصين أو مع روسيا أو مع أي دولة وهذا الاتفاق الحقيقة هو ليس موجها ضد أحد بل بالعكس هذا الاتفاق وأي مشروع تقوم بالمملكة العربية السعودية هو في مصلحة المنطقة بشكل عام اليمن هو بالنسبة للمملكة العربية السعودية كما استمعنا إلى الكثير من التصريحات من ولي العهد أو من الملك حفظهم الله أو من الوزيرة الخارجية هو يجمعنا به الجغرافية والتاريخ والدم والنسب والموقع لماذا لا زال هناك أصوات في اليمن تريد أن تجعل من المملكة العربية السعودية عدو حكاية البنك مع البنك والميناء مع الميناء أعتقد أن هذا السلوب لا يرقى إلى مستوى حتى الرد من المملكة العربية السعودية الحوثي هو يعلم في دقيقة سيد عبد الكريم الموقف العماني يبدو أنه قد يكون محرج من وراء حديث عبد الملك الحوثي إلى أي مدى الموقف العماني يؤخذ بالاعتبار هناك بالنسبة للحوثيين على عجالة الموقف المحرج بالعمان هو من القانب السعودي لأن عمان تعلم تماما أن السعودية يومها بسنة يا أخي نحن نختلف مع الإماراتيين ولكن الإماراتيين أصحاب قرار السعودية الملف الواحد تقضي فيه سنين لن يظل الشعب صابر على هذه الأوضاع وليس مستعد أكثر من يوم آخر لمراهقات أخرى القرار قراركم يا عبد الكريم لا يا سيدي القرار قراركم القرار قراركم ليست السعودية هي وسيط السعودية وسيط السعودية وسيط السعودية وسيط وليست طرفا في النزاع أشكركم بالطبع هذا الحوار وصل لنهايته من ناحية التوقيت أشكركم وسنعوله في وقت لاحق من رياض رئيس منتدى الخبرة السعودي دكتور أحمد شهري ومن صنعاء الكاتب والبحث سياسي سيد عبد الكريم الأنسي شكرا جزيلا لكم مؤكبة لملف اليوم طرحنا سؤالا عن مواقع التواصل الاجتماعي هل ستؤدي تهديدات الحوثين للسعودية إلى زيادة التوتر في المنطقة 80% أجابوا بنعم واعتبروا الأمر سيمثل تصعيدا جديدا في حين أجاب 20% بلا ولم يروا هذا الأمر طريقا للتصعيد ختام ملف اليوم وعدنا يتجدد في ملف جديد يوم غد في أمان الله